اهلا بكم في ساينس بايتس ناس كتير بتتلبطنا بين الـ DNA الكروماتين والكروموزوم في الفيديو ده نقول باختصار الفرق ما بينهما التالتة بس خلينا متفقين ان كلهم مسميات فقط لنفس الحاجة الحاجة دي هي الـ جيناتك ماتيليا الجيناتك ماتيليا دي هي اللي بتقول نوع الكائن ومواصفاته نقول من الاول نبدأ بالـ DNA ديني عبارة عن خيط معمول من نيوكليوتايدز ايه هي الـ الـ نيوكليوتايدز دي هي اول طوبة في بناء الـ DNA اول حاجة بستعملها عشان ندمي الـ DNA بتتكون من جزئين ما بيتغيروش وجزء بيتغير الجزئين اللي ما بيتغيروش هم فوسفيت جروب ونوع شجر اسمه دي اكسي رايبوز شجر ومن هنا جي اسم الـ DNA دي اكسي رايبو نيوكليك أسد الدي اكسي رايبوز شجر دي عبارة عن شجر موليكول فيها خمسة كاربون اتوم بنعدهم من بعد الاكسيجن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في اتجاه عائر بالساعة سيبك بالترقيم دا دلوقتي الجزء الثالث اللي بيتغير هو الـ الـ وده ممكن يبقى واحد من اربع انواع يا ادنين يا ثايمين يا جوانين يا سيتوزين كده احنا فهمنا الـ الـ يمسكوا في بعض البند اسمها ويعملون لنا خيط من الدي انا يعملون لنا خيط من الدي انا بس هوا الدي ايه مش خيط واحد هم خيطين وقفين عكس بعض ولفين على بعض عشان كده بيقولوا ان الدي ايه لدبل هيليكس ستركتر بس هالي الخيطين دول زي بعض بالزبط لا الخيطين لازم يكونوا جميع الب Hun يعني الفوسفيت هنا زي الفوسفيت هنا وший دي اكسي ريبوس هنا زي الدي اكسي ريبوس هنا فقط النايتروجين بحضر هنا لازم يبقى جميع البحض لا يبقوا هوا الج Armat lightning يبقوا هى joining jsch برضه يعني يبقظوا بعض يعني الادنين في واحد تمسك في في الثيانين في البشين دانية والجوانين في البشين الاولانية يمسك في السيتوزين في الستراند الثانية بيمسك شف حاجة امير يبقى الأدنين يمسك مع الفنامين بافتكارها ببقات والجوانين بيمسك مع السايتوزين الجي و السي شبه بعض تمسكوا مع بعض النيتروجين بيزيز مسكين في بعض بهايدروجين بولدس طب بنعرف منين يتجاه كل ستراند باصص فيه بنعرف من اتجاه الدي اكسي ريبوز الشجر بالاخص كاربون نمبر 5 و كاربون نمبر 3 في خيط منهم بيبقى كاربون نمبر 3 بصة تحت و كاربون نمبر 5 بصة فوق بنسمى الستراند دي من 3 برايم ل 5 برايم ده اتجاهها بما ان الستراند الثاني عارف عكسها فالكاربون نمبر 5 هنلاقيها بصة تحت و كاربون نمبر 3 بصة فوق الحيطة دي هنستفاد بيها في موضوع الدي امي و ده موضوع كبير نتكلم عليه في فيديو الواحد نرجع للموضوعنا دلوقتي هنبقى عندي ستراند من الدي امي لو جبت الستراند دي لو جبت الخيط ده و امتلافه على بروتين اسمه هستون كيانك بتلاف الخيط على باكره كده بقى عندي حاجه اسمها نيوكليوزوم نيوكليوزوم مع نيوكليوزوم مع نيوكليوزوم يعني حب الدي امي ملفوفين على هستون و حب الدي امي ملفوفين على هستون و حب الدي امي ملفوفين على هستون الحتة دي بقى اسمها كروماتين عرفنا اسم الكروماتين جي امتا؟ لما جبت الديينيه ولفيته على هستون بروتين ليس اكتر ولو جبت الهستون بروتين ده و حتى اضغط فيه اضغط فيه اضغط فيه اضغط فيه هيعمل لي الكروموزوم و عشان كده بيسمه الكروموزوم ان هو The most condensed state of الدييني الدييني ملفوح عالين بروتين و مضغوط اوي 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 يعمل لينا كروموزوم البناء قدمين عندهم 23 زوج من الكروموزوم او ممكن اقول 46 كروموزوم من غير ذوق دي اما ايه هو الجين الجين ده بيبقى sequence معين basis معين في حتة معينة في الديينيه على كروموزوم معين بتحمل معلومات معينة يعني مثلا على كروموزوم رقم واحد حتة في الديينيه اللي فيه فيها basis معينة البيزيز دي جنب بعض بيترجمه لبروتين بتاع لون العين فنسمي الحتة دي الجين بتاع لون العين وهكذا وهكذا ففيه جينات على كروموزوم رقم واحد على كروموزوم اثنين وثلاثة واربعة وبقية كل الكروموزوم فكذا ان ابقى عرفنا باختصار layout عن الفرق ما بين الديين ايه والكروماتين والكروموزوم ويهو الجين وعرفنا ان الديين ايه والكروماتين والكروموزوم وهو مزميات فقط لنفس الحاجة دي الجيناتيك ماتيليل بس فيزز مختلفة لو عجبك الفيديو متنساش تدوس على subscribe وعلى زرار الجرس علشان يجيلك notifications كل ما يبقى فيه فيديو جديد سلام